مشاهدين الكرام ومن داخل مدينة تقنوية السكنية بمنطقة الدبعة والخاصة بالعملين بمحطة الدبعة النموية كان لنا هذا اللقاء مع إحدى الأسر هناك أهلا بيك نتعرف بيك أهلا بحضرتك نور الدين أخصائي إدارة العلاقات العامة مركز معلومات العامة وتوعية الجماهير أحكينا بقى أنت بقى لك قد إيه هنا في داخل المدينة أنا هنا في المدينة حوالي سنتين وكان ليه الشرف اللي أنا التحقت بالهيئة من حوالي خمس سنين مشروع عظيم يعني سعيدت جدا اللي أنا التحقت به وأتمنى لأنا أحقق الدور المطلوب مني على أكمل وجه أنت مع بداية إنشاء المحطة بدأت العمل فيه دي حقيقة يعني نقدر نقول مع البداية أو نقدر نقول بعد شهور قليلة من بداية انطلاق المشروع النووي من مصري وبدأت بعد كده توفير السكن الخاص بالأسر دي حقيقة مجرد ما انتقلنا هنا للضبع والعمل بالضبع توفرت لي أشقق أنا وأسرتي وهما يعني على طول رحبوا اللي هما ينتقلوا معايا في مدينة الضبع وقدينهو في الضبع حوالي سنتين كده إن شاء الله طبيعة تعاملك داخل المحطة إيه؟ حديك قلت أخي الصائب بس يعني بتتعاون مع مين؟ بتكلم مين؟ لاحتجاك مع مين؟ إحنا في مركز المعلومات العامة وتوعية الجماهير بيكون هدفنا الأول اللي إحنا ننشر معلومات كتيرة عن المحطة النووية أهدفها إيه العائد اللي هيجيلنا منها إن شاء الله بنحاول نتوصل للرأي العام نوصل لهم معلومات كتيرة عن معلومات حقيقية أبرز الأسئلة اللي بتدور في الشارع يعني؟ بالضبط كده بالضبط الجانب المسؤول عن طوعية الجماهير بنحاول اللي إحنا نتواجد معاهم على المواقع التواصل الاجتماعي بنتوصل مع وسائل الأعلام المختلفة بندي لهم نقدر نقول الأخبار الحقيقية آخر الفعاليات اللي بتحصل الإنجازات اللي إحنا بنقوم بيها في الموقع كل ما هو يخص الشرع المصري اللي عايز يهتم ويعرف المشروع النووي بيقدر يستقيم مننا كمركز معلومات وتوعية الجماهير عشان يوصل للمعلومة الحقيقية إن شاء الله آخر بقى معلومة وصلتها إيه أو آخر سؤال وكان توصلت آخر يعني هو بصراحة يعني إحنا عندنا معلومات كلها يعني مركز المعلومات فآخر معلومة توصلنا لها أو وصلنا لها فعالية تركيب المستوى الأول من وعاء الاحتواء آآ ده كده كان آخر فعالية تمت في الموقع وأكتر سؤال اللي الناس بتسأله أكتر سؤال دايما بيخص مستوى الأمان هل المحطة هتتبع مستوى الأمان وده هو اللي بيخص الشرع المصري كتير آآ يمكن تفضل قاعدة المسؤولين عن تنفيذ المشروع أكتر من مرة تفضلوا اللي هم يوضحوا نقطة الأمان وإن إحنا المفاعل بتاعنا من الجيل الثالث المطور آآ اللي بيتتبع أحدث تقنيات الأمان آآ سواء في مرحلة الإنشاء أو إن شاء الله في مرحلة التجفيل أو آآ إعادة الوقود وهكذا بدلت إن إحنا عندنا منطقة سكنية جنب المحطة آآ يعني منطقة سكنية ولو بصنا جنب المحطة هلاقي السروة السماكية على سبيل المثال في البحر آآ ما تضررتش تماما ولا إن شاء الله تتضرر سواء من مرحلة الإنشاء أو فيما بعد إن شاء الله بشكركم وبتمنى لكم التوفيق إن شاء الله آآ شكرا جزيلا مرسي